أشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي بالمساعي الخيرة التي أثمرت عن التوصل إلى حل لمشكلة قبلية بين قبيلتي آل عديو وآل عواض بن قمر دامت عشرات السنين وخلفت عدد من الضحايا أثناء الدكتور العليمي خلال اتصال هاتفي بمستشار رئيس الجمهورية محمد صالح بن عديو على الخطوات الخيرة التي أثمرت عن وعد هذه الفتنة وعلى الدور الذي قام به المصلحون من القبيلتين ومن مختلف القبائل أيضا مؤكدا أن هذه الخطوة تعد مثالا يجب أن تحتذي به جميع القبائل لقطع دابر الصراعات والثارات التي تعصف بالمجتمع شهدت منطقة الخبر بمديرية حبان محافظة شبوى تحكيما قبليا حضره الآلاف من مشائخ وأعيان المحافظة تم فيه إنهاء نزاع قبلي بين قبيلتي آل عديو وآل عواض بن قمر بالعفو والسماح وإنهاء القضية التي دامت عشرات السنين وأكد المشائخ والوجهات تقديرهم لهذه الخطوة التي تعزز الإخاء والتلاحم والمحبة وتغلق أبواب الشر والفتنة والاقتتال بين أبناء المحافظة الواحدة اشتركوا في القناة